هذا وابات النظام القطري يواجه أزمة جديدة مختلفة عن أزمته الدبلوماسية متمثلة بعزلة إقليمية ودولية نتيجة فضح استمراره في انتهاج السياسات التخريبية ودعم الإرهاب ويواي قيادات التطرف والإرهاب في المنطقة ميجالومينيا قطر أو وسواس العظمة القطرية حالة يعيشها نظام الدوحة بمسؤوليه وممثليه على مختلف الأصعدة أبرز أعراضها الشعور بالعظمة غير العادية واختراع الوقائع والتاريخ من الخيال والعيش في وهم النفوذ والسيطرة والدعاء القدرات الخارقة وعند تشخيص الحالة القطرية يتأكد بأنه هذا تحديدا ما عانت منه المنطقة بسبب تفشي هذا الوسواس القهري بين أروقة الحكم القطري خلال العقدين الماضيين قطر هي التي تقود هذا التوجه أحنا في قطر استقبلنا ناس كثيرين سواء إسلاميين أو غير إسلاميين سواء لجأوا إلى قطر في فترات مختلفة كذلك أحنا دعمنا كل ما تريده الشعوب العربية تجمع القبلي لن يعملوا شيئا لأنه تجمع عشر أو عشرين أو خمسين ألف رجل أو ميتين ألف رجل فإن قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها بأعدادها وتنتهي من هذا الموقع علماء الميغالومينيا يؤكدون بأن هذه الظاهرة تتسق مع شعور الهروب إلى الأمام من الواقع الفعلي لمن يصاب بهذا المرض والمشاهد على هذا كثيرة في الحالة القطرية المعقدة بدأت بالانقلابات السياسية لشعور أحد الأطراف بأنه ذو مقدرة على الحكم أكثر من الآخر تبعها مخطط للسيطرة على المنطقة وتوسيع النفوذ الجغرافي والجيوسياسي القطري من خلال إنشاء وتمويل الأذرع الإرهابية ودفعها إلى إسقاط أنظمة الدول العربية ثم نمى إلى وعيه بطريقة أو بأخرى بأن التأثير الأقوى هو من خلال تضليل الشارع العربي فأتى بقناة الجزيرة واستخدمها لإشعال فتيل الأزمات والتحريض والتحكم بدرجة غليان الشارع العربي بمجرد أمر لأحد سماسرة الأخبار وتجار الأزمات في الدوحة أو خارجها مشهد مريب حقا والمرعب فيه عندما تصح وتجد نفسك قد عريت أمام الرأي العام الدولي والمجتمع الدبلوماسي والسياسي والأدهى أن تلقي بخطاب يمثل تلك الدولة التي حاولت أن تظهر بمظهر المهيمن والمسيطر في المنطقة ولكنك غدوت وحيدا وهذا هو الواقع الحقيقي لقطر الوحدة والانعزال التام عن خط السير الخليجي والمجتمع الدولي هذا المشهد جاء على خلفية تراجع في آلة الدفع القطرية بعد أن استنزفها النظام في دفع الرشا وشراء الذمم السياسية والرياضية وحاول تدويل أزمته أعياه المرض وبدأ حلمه بالتهاوي وقد استنزف أمواله لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من الدول العربية على رأسها جارتها البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلا أنه تناسى أن هذه الدول أنشئت منشأا صحيحا وأسست أساسا دبلوماسيا وسياسيا وثقافيا متينا ولدى لديها مناعة من أمراض العظمة وما تخلفه من أعراض مدمرة للمنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر